موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة المعد علي للطيور تحية طيبة لجميع الأصدقاء ودائما تحت علمان الشروط الأساسية للتلقين اليوم سوف نقوم بالتوضيح بعض المعلومات مهمة حول مكان التلقين الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر في هذا المكان هو يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن مكان التفريخ بحيث أن الفراخ الصغار لا يجب أن تسمع العبوين نهائيا وهذا شرط أساسي لكي لا تحمل التغاريد العبوين لأن هدفنا في هذا التلقين هو أن الفراخ التي تم إنتاجها يجب أن تغرد بتغاريد فطرية وليست تغاريد مكتسبة أما الشرط الثاني لا يجب أن يكون مكان التغريد متعرض للإذاعة الطبيعية أو أشعة الشمس يجب أن يسود عليه شيئا ما من الضلام أو يمكن وضع قطعة من التوب تتميز بلون داكي لكي يحجب أشعة الشمس وكذلك هناك من يستعمله سندق خاصة للتلقين ولكن أنا شخصيا لا أنصح بها إلا في حالة واحدة وهي عندما يكون المربي يلقن الطيور بالشريط وهذا خصوصا بالنسبة للإخوان مختصين في سلف كونتيني أما الشرط التالي وهو عامل الرطوبة يجب أن تكون منخافضة لأن ارتفاع الرطوبة في مكان تلقين إضافة إلى الإنعدام أشعة الشمس يمكن أن يؤثر على هذه الطيور أو على صحة الطيور وخصوصا على جهاز تنفسه وغالبا ما سنلاحظه مجموعة من الطيور ستصاب بالرطوبة من الأحسن أنا أفضل أن الرطوبة تكون مبين ثلاثين حتى الربعين يعني هذا الرطوبة أنا شخصيا كثبت لي ممتازة خصوصا في مكان مبين والشرط الأخير هو الإخوان الحفاظ على النظافات الأقفاص بشكل يومي كما تعلمون أننا سنقوم بتلقين طيور عبارة عن مجموعة يعني ربما كل قفص سيكون فيه ربعا ستاكل كدير ثمي يقدر يدير يعني جوجة الأعشاج في قفص واحد يعني سيكون براس بكثرة فلهذا من الأحسن يكون تنظيف يومي وذلك للحفاظ على صحة طيور لأن طيور التي تصاب غالبا غالبا يعني ستكون غير مؤهلة للدخول في مباراية هذا الطائر وكنتمنى الإخوان يعني تكونوا استفتوا معنا ولو القليل في هذا الموضوع إن شاء الله فيه موضوع قادم لغا يكون بخصوص الإضاءة والتغذية في هذه الفترة ترقين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته